فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية تقسيم الأحكام وغير ذلك النوع الأول ما يكون الاختلاف فيه بحسب الأدلة والروايات هذا فرغنا منه يكون كل من القولين حقا مشروعا النوع الثاني أن يكون المعنى واحد والألفاظ مختلفة فكل واحد يأخذ بلفظ وينكر على الآخر مع أن المؤدى واحد قال ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذنب الأخرى نعم الجهل أو الظلم إما الجهل بالأدلة التي مع الآخر أو الظلم هو التعصب لأن التعصب نوع من الظلم فبعضهم يقول ولو كان معه دليل أنا لا أعترف بما معه لأن إمامي أعرف بالأدلة ولذلك يروى أن بعض الحنفية يصلي بجانبه واحد يشير بسبابته في التشاهد فكسر أصبعه الحنفي كسر أصبع الذي بجانبه لأنه من الجهل والظلم في هذا نعم قال ومنهما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافيان فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر وهذا كثير في المنازعات جدا نعم هذا كما سبق في الوجه الأول تقريبا أن يكون المعنيان متغيران لكن مع كل معنى دليل مما يدل على أنك فعلت هذا أو فعلت هذا كله مشروع نعم ومنهما يكون طريقتان مشروعتان ورجل أو قوم قد سلكوا هذا الطريق وآخرون سلكوا الأخرى وكلاهما حسنوا في الدين نعم ومنهما يكون كلا الأمرين مشروع من النبي صلى الله عليه وسلم وكل أخذ بطريق مشروع فلا ينكر أحدهما على الآخر ويحصر الحق فيما معه لأن الأمر في هذا واسع والمدار على الدليل المدار على الدليل سواء كان الدليل محتملا لعدة معاني أو هناك أدلة لكل قول مما يدل على أن الأمر واسع نعم قال ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذنب إحداهما أو تفضيلها بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية وبلا علم نعم فالذي يحمل على هذا هو فقدان هذه الصفات عدم العلم عدم التأني والنظر والعجلة أو التعصب أو يحمله التعصب على أن يبطش بالمخالف أو يبغضه لا يبطش به لكن يبغضه ويهجره نعم وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان انتهى خلاف التنوع مثلا خلاف التنوع ذكروا له قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأظنه سيأتي لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريضة لما انتهت غزوة الأحزاب ورد الله الذين كفروا بغيضهم لم ينالوا خيرا وكانت اليهود قد خانت وانضمت إلى الأحزاب ولما ذهب الأحزاب وانقمعوا بقي العدو الثاني وهم اليهود فأمر الله نبيه أن لا يضع أحد سلاحه بعد الكفار حتى يغزو بني قريضة فخرجوا بسلاحهم وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريضة فحانت صلاة العصر وهم في الطريق فبعضهم قال مراد الرسول صلى الله عليه وسلم المبادرة وليس المراد أننا نؤخر صلاة العصر إلى أن نصل إلى بني قريضة فصلى في الطريق البعض الآخر أخذ بالعكس قال مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا نصلي إلا إذا وصلنا فلم يصلوا في الطريق فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرى الطائفتين لأن كل منهما معه احتمال والدليل يحتمل القولين القولين ما شئهم؟ لقد عمله؟